بسم الله الرحمن الرحيم استعداداً لزيارة الأربعين تم عقل اجتماع للجنة الخدمية العليا في محافظة واسط وهي المنبثقة من اللجنة العليا للزيارات المليونية التي يشرف عليها دولة رئيس الوزراء الموقر وأيضاً تدار قبل السيد مدير مكتب رئيس الوزراء اللجان الفرعية في المحافظات في واسط بدرجة أولى أنه تعرفون كثافة الزائرين الداخلين من محافظة واسط وأيضاً الزائرين اللي يخرجون من واسط بصوق كربلا اللي يحتاجون جهد استثنائي عقدنا اجتماع إن شاء الله رح يكون الباشر بي بخطتنا لتنفيذها بشكل مباشر اجتماع الخدم اليوم ركزنا باستعدادنا التام لاستقبال زائري اليمام الحسين إن كان عبر منفذ زرباطية أو المحافظات الأخرى استعداداتنا وجهزيتنا تامة المحافظة مستعدة بالشكل التام لاستقبال الزائرين واليوم الحقيقة أنه جهدنا الخدمي الموجود في المحافظة وخبرة دوائرنا الخدمية وصلت إلى مراحل مهمة أنه من إدارة الزيارة بالشكل الصحيح أيضاً عندنا مشكلة النقل عداد كبيرة من الزائرين يومياً متوقع في ذروة الزيارة رح يدخل عندنا 200 ألف زائر يحتاجون لا يقل عن 10 ألاف عجلة من النقل الخاص طلق لهم وفرنا كل الأمور اللوجستية النقل الخاص رح يكون متاح إلى للعمل داخل منفذ حدودي كل الطرق الخارجية أيضاً مؤمنة ورح تكون هناك مراكز مشتركة كل 10 كيلو رح تكون عندنا مفارز مشتركة من المرور والصحة والأجهزة الأمنية تنظم حركة السير ما رح نسمح بزيادة السرعة العام الماضي حتى عندنا بعض الحوادث المرورية بسبب تهور بعض السائقين اللي هم يعني حقيقة أنه يحاولون أنه يتسارعون مع الوقت حتى يشتغلون أكثر أنه سلامة الناس عندنا أولوية أولى وإن شاء الله تعالى جهدنا رح ينصب في أن تكون الزيارة هي إن شاء الله بأفضل حال الخطة الأمنية قرت بشكل تام خطتنا الأمنية لا توجد فيها قطوعات رح تكون تنظم مسير الزائرين الخطة الأمنية هي رح تعتمد على الجهد البيداني انتشار الأجهزة الأمنية في كل موكب رح تكون هناك مفرزة أمنية في كل التقاطعات على طول مسير الزائرين من العمارة إلى الناصرية إلى المحور بغداد كلها رح تكون مؤمنة بشكل تام وأجهزتنا الأمنية يعتمون الخبرة التامة وهناك تعزيز الأجهزة الأمنية رح يكون أيضا من الأجهزة الاستخبارية والجهد الموجود لدعوتنا بشكل تام أنهم المواكب يتعاونون مع الأجهزة الأمنية حتى لا تحدث عندنا مشاكل وإن شاء الله أن الخطة الأمنية رح تكون هي معززة للخطة الخدمية في نسق واحد لخدمة الزائرين خلال أيام القادمة ملفز الباطية هو يحدد للزائرين الإيرانيين المطارات حددت لجنسيات الأخرى كما معمول به في السنوات السابقة كل دخول الزائرين يعتمد على الوثائق الرسمية وهناك برنامج معتمد بين الجوازات العراقية وأيضاً الجانب الإيراني لا يمكن دخول أي مواطن أو أي شخص أجنبي إذا ما لديه المستمسكات الرسمية المثبتة وأيضاً يتم إدخالها في الحاسبات اللي موجودة في المنفذ الحدودي وتم استبعاد العام الماضي المئات من المواطنين اللي ما يحملون الوثائق ولن نسمح بدخول أي مواطن إذا ما كان عنده مستمسكات رسمية في دخوله خطة دائرة الصحة الواسطة خلال الزيارة الأربعانية هي خطة متكاملة بسبب الخبرة المتراكمة لسنوات السابقة تبدأ خطتنا من أول يوم لقدوم الزائرين من المنفذ الحدودي وعلى كافة المحاور من محافظة نيسان من محافظة الضيقار وكذلك المحافظات الأخرى والأقضية والنواحي وصولاً إلى محافظة الحلة لدينا سبعين سيارة السعاف وكذلك تزويدنا ودعم من نزارة الصحة ومستعى السيارة السعاف وكوادر خدمية وصحية وكذلك تنسيق كامل مع الجانب للإيران بالنسبة للجانب الصحي توفير مكان في المنفذ الحدودي لتقديم الخدمات الصحية للزائرين الإيرانيين من قبل الجانب الإيران المفارز الطبية عددها كبير والمنتسبين المشتركين يصل إلى 500 منتسب من دائرة الصحة الواصل والعمل ضمن اللواحة الصحية والإرشادات ننصح الزائرين بعدم التعرض المباشر خلال هذه السنة لارتفاع درجات الحرارة وخطورتها الصحية على الزائرين عدم التعرض للحرارة من الساعة العاشرة إلى الرابعة عصرة حسب توجيهات سيد محاوظ واسط المحترم عقدنا عدة اجتماعات منذ أكثر من شهر استعداداً لزيارة الأربعين ونحن ننقل توجيهات سيد محاوظ واسط للمواكب الحسينية التي تستعد لاستقبال الزائرين في هذا العام الذي يتوقع أن نوصول دخول 3 ملايين زائر احنا عدنا أكثر من 3000 موكب مستعدين لخدمة الزائرين ممتدين على جميع الطرقات التي يسلك الزائرين من المنفذ وصولاً إلى كربلاء فقط في كربلاء عدنا 500 موكب يدخل كربلاء هناك يقدم الخدمات بالإضافة للعتبتين الحسينية والعباسية العتبة العباسية لديها موظيف داخل المنفذ يقدم الخدمات للزائرين بالإضافة لما من الثلج مدينة الزائرين العتبة الحسينية جاهزة مجمع صحي 200 مجمع صحي جاهزة لاستخدام بالإضافة للقاعات والخدمات التي تقدمها إن شاء الله للزائرين السنة هذه إضافات جديدة لخدمة الزائرين بالإضافة للمواكب التي كانت تقدم الخدمات ترجمة نانسي قنقر